اهلا وسلام بحضراتكم عزيزي المشاهدين زي ما قلت لحضراتكم قبل الفصل احنا عايزين نتكلم عن اهم لقطة حصلت بعض المباراة في المؤتمر الصحفي حضرك قاعد بلغت من قبل الادارة ان حضرتك تكون مكان المدير الفني مش مكان المدير الفني ان انا اععد في المؤتمر الصحفي انا اللي اقوم بقود المؤتمر الصحفي جي الاول المترجم حسني اعتقد لا الاول علاء مقلد اللي هو علاء مقلد جي لحضرتك وهمس في أذنك ودك التليفون تقريبا على حاجة معينة ماذا حدث فيه؟ بس أنا ما كانتش في التليفون تمام يعني هو أداني التليفون تمام ووطع على ودني وقال لي حاجة فأنا سيبت التليفون هل من الممكن أنت حركت تقول لنا الحاجة دي ولا دي صعبة؟ أكيد طبعا صهري جدا هو طبعا المشامل طبعا نصور كلم اللي هو علاقة مالد تمام وقال له طارق يحيا هو اللي يخش المؤتمر الصحفي تمام تمام اللي هو علاقة مالد فاهمني ما خدش باله أن أنا خلاص قريدي دخلت المؤتمر الصحفي ما كانش يعرف مين اللي كان بلغ بقى حضرتك أبلغك؟ حسين كابتن حسين؟ حسين دخل قال لي أنت في مؤتمر الصحفي تمام روحت المؤتمر الصحفي المشامل طبعا عايزني على التليفون عايز حضرتك عايز عايزني تمام فأنا كنت بدأت المؤتمر الصحفي فالله علاء ميلد ما يعرفش ان احنا على الهوى وما عرفش ان انا يعني ان الكاميرات بتصور فقال لي المشتر عايزك على التليفون فانا مأتكلمتش لما كانش ينفع ان انا ارد على المشتر وانا على الهوى والناس بالكاميرات واللمبة الحمر اللي ولع دي ولع قدامي وانا برضو يعني كنت يعني ما زلت يعني في الإعلام شوية فاهم يعني طالما اللمبة الحمر دي وانا على الهوى لايف اللي اسمها ايه لايف ماشي لايف ايه يقول لايف دي قون يعني انا لايف تمام يعني اطفت دلوقتي الصورة مش علي ولاعت الصورة علي انا فاهم تمام فببص رقيت الكاميرات كلها من وراء واللي هو علاء بيقول لي المشتر وطورة عايزك المشتر وطورة كان في الطريق لعوض القاهرة وما يعرفش ان انا دخلت منطمر الصحفي فطبعا اللي هو علاء بينفز تعليمات الراجل تمام هو بقى دي حاجة بتاعته هو فانا محدش شافني مسكت الموبايل وانكلمت خالص ولكن قالك ايه ساعتها بقى قالي المشتر وطورة عايزك عالتليفوه اه بس كده بس كده فطبعا انا ما قالكش لبس الراجل الموضوع يا راجل لبس ايه وانا لبست اولا اتكرنت في حاجات انا قلت يا جماعة لو مفضلكوا الكلام في المباراة لو انا عايز لبس بقى الراجل ويمكن المؤتمر الصحفي اتزاع الهوى نعم يا جماعة منفضلكوا الكلام في المباراة فقط وليس الا وانا مكلف من قبل الادارة بان انا اكون موجود في المؤتمر الصحفي حتى انا سوئلت سؤال صريح هل ده نعتبر ان الكابتر ايه حمديرا فنية ناس زماني قلت له ما الكلام ده لم يحدث محدش بلاغني باي حاجة خالص كل اللي حصل ان انا كلفت من قبل الادارة بمشامل طالع منصور بان انا اطلع اكون في المؤتمر الصحفي بديلا لمستر انسيو تمام